أشهد المجلس التنفيذي الوزري لتجمع السحل والصحراء بالرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره في إطلاق عمل مركز مكافحة الإرهاب التابعي للتجمع جاء ذلك في البيان الختمي للمجلس التنفيذي الوزري لتجمع السحل والصحراء التي عقدت دورته الحادية والعشرين في العاصمة المغربية الرباطة جدير بالذكر أن مركز مكافحة الإرهاب قد تم إقامته بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس السيسي بهدف دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية بالإضافة إلى مساعدة تجمع الساحل والصحراء على تحقيق أهدافه في التنمية والأمنة